توقعات العرافة البلغرية للعام 2023 طبعا توقعات غريبة ومأساوية وغير محببة ولا تبشر أبدا بخير العرافة البلغرية بابا فانغا أو العرافة العمياء بتقول أن حسب كده توقعاتها أنه والعياز بالله لـ 2023 هيبقى عام أسود على الجميع وتوقعاتها للعام ده يعني ما فياش أي حاجة صارة ولا أي حدث إيجابي هيحصل بتقول أنها تيجي عصفة شمسية من الشمس ودي هتأثر على الأرض كلها وعلى المجال المغناطيسي وهتقطع جميع أنواع الاتصالات وتجعل العالم في ظلام وبتتكلم عن وباء جديد عالمي هيظهر في العام 2023 والكل خايف أنها تكون موجة جديدة لكورونا ولكن احنا شايفين فيه أوبئة وفيروسات جديدة خالص زهرة آآ ما كناش بنسمع عنها قبل كده آآ يعني الكل خايف نكون فيه سلالة جديدة آآ متحورة للفيروس وخايفينها تكون قاتلة لو على كلامها وطبعا هي بشرت آآ في كتابها اللي كان بتعمله وذكرت فيه كل سنة وإيه اللي هيحصل فيها وسبحان الله ليعلم الغيب إلا الله لكن هي توقعتها صدقت لحد كبير جدا جدا كانت قيلة أن هيظهر فيروس قاتل هيقتل ملايين البشر في الألفين وعشرين وده اللي ظهر فعلا كانت آآ كورونا آآ العلماء كلهم وبابا فانغا بيعتبروا أن الألفين تلاتة عشرين ما هي اللي مكمل للعام الفين وعشرين وهيجي أوبئة أو كوارث طبيعية وهيظهر عملة جديدة ودي فعلا ظهرت وإن آآ بابا فانغا يعني متشامة جدا للعام ده بتقول إنها هيحصل حرب نووية كبيرة هتجر فيها دول كتير قوي من المنطقة العربية ومن العالم أجمع وبتلمح لظهور المسيخ الدجال في الألفين آآ تلاتة وعشرين هي وبعض العلماء بيلمحوا له وإن الناس هيتواصلوا مع أشقاءهم الروحانيين في العوالم الأخرى يعني هنتعامل مع العوالم الأخرى كالجن والهي العوالم اللي تحت الأرض بطريقة عادية جدا كإن إحنا بنتعامل مع بشر وهيتم التواصل بيننا ما بينهم إحنا هو لسه في آخر ألفين واثنين وعشرين ما حصلش أي حاجة من الكلام ده يعني دي هتكون حاجة غريبة جدا ده لو حصلت فعلا هي حاجة أعتقد إنها خيالية هتكون الكارة الأوروبية في خطر كبير ممكن يكون نهاية وجودها تماما في الألفين تلاتة وعشرين هي بتقول إن أوروبا ممكن تنتهي وينتهي وجودها في الألفين تلاتة وعشرين وطبعاً الكل متنبئ لأوروبا بالمصير ده وبتقول فيه متطرفين يستخدموا ترسانة أسلحة كيميائية ضد أوروبا وبولوجية يعني هيدربوا أوروبا بالكيميائي وبولوجي وأسلحة عادية طبعاً أكتر الكارات اللي تقصرت بفيروس كورونا من ألفين وعشرين كانت أوروبا ومات فيها كتير جداً جداً من جميع الأعمار آآ بتقول إن في التنين قوي هيستولى على البشرية وهي يتحد العمليقة السلاسة وبتقول إنها شايفة كمان أرقامهم وأصفار كتيرة والناس بيحملوا عملات نقدية حمرة زي ما توقعت إنه في بداية ألفين تلاتة وعشرين هتتخلص البشرية يعني ده الحاجة الإيجابية الوحيدة اللي هي قالتها إن العالم هتخلص من مرض السرطان تماماً في الألفين تلاتة وعشرين ودي طبعاً حاجة يعني آآ غريبة آآ بس بدأت زواهرة فعلاً تظهر إن اكتشفوا كذا علاجه بيجربوهم دلوقتي آآ لي علاج السرطان ولا عزو بالله وبتقول إن هيقيدوا السرطان بسلاسل حديدية بنتمنى آآ توقعات الخير هي اللي تحصل والشر ما تحصلش إنما هي بتبشر بعامل أسود ولا عياذ بالله وبتقول إن يعني كذا تنبؤ قلتهم مخيفين جداً جداً وآآ يعني فعلاً بتعبوا نفسية أي حد إن فيه الضربة النووية اللي هتحصل وهتلم حواليها آآ كتير من البلاد وهيتوفى فيها ملايين البشر وإن يعني هيتجرجر بلاد كتيرة فيها وإحنا طبعاً أكتر بلاد خايفين منها كوريا وروسيا هما دول اللي بيحبوا قوي النووي وبيحبوا يلعبوا بالنووي ومنية حياتهم إنهم يضربوا نووي آآ ربنا يستر يحفظ البشرية من العقول المريضة والحكر يعني اللي بيحكموا بلاد وهما استحقوش يحكموها وكل هدفهم إنهم يروعوا ويقتلوا في البشر مستنيين بس فرصة آآ كانت توقعات آآ بابا فانغا للعام الفين تلاتة وعشرين وقلناها باختصار شديد جداً توقعات طبعاً طويلة وهي كتباها في كتاب آآ كتبة إن في سنة مثل الفين وعشرين يحصل كذا الفين تلاتة وعشرين هيحصل كذا وهي كانت يعني بتقرأ وفي كان معاها يعني آآ شغالين معاهم اللي بيكتبوا الكلام ده كانت مشهورة جداً جداً بالرغم من وفاتها من سنين لكن تنبؤتها يعني بتحصل للآن ويه أغلب تنبؤتها بتحدث في وقتنا ده ويه أغلبها تسعين في المية منها بيحدث فعلاً بابا فانغا ظاهرة كانت غريبة جداً ومحيرة للجميع والحد وقتنا ده هي لغز محير للكل آآ بنتمنى إن عام الفين تلاتة وعشرين يعدي على خير آآ زي ما قدرنا نعدي من الفين وعشرين والفين وواحد وعشرين وبنتمنى إن آآ يعني طول ما احنا عايشين ما نشوفش العلامات اللي كلهم عملية خوفونا منها علامات القيامة الكبرى نتمنى إنها ما تحصلش طول ما احنا عايشين آآ تحصل حتى بعد ما نموت بنتمنى الخير للجميع وعام سعيد لينا وللجميع والله موجود في الأول والأخير ولا يعلم الغيب إلا الله ترجمة نانسي قنقر